اشتركوا في القناة او قصها من سنة الفطرة التي فطر الله الخلق على استحسانها قدرا وسنها لهم شرعا وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي قص الشارب وحلق العانة ونتفل آباط ان لا تترك فوق أربعين يوما وعلى هذا فلا تتركوا الأظافر فوق أربعين يوما لا تقص سواء كانت نظيفة أم وسخة لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعدم قصها مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها ويبقاؤها أكثر من أربعين يوما إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة فإن ذلك يكون حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم رواه الإمام أحمد بأسناد جيد قال شيخ الإسلام عن تيمية أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم أما إذا كان الحامل لإبقائها وتركها أكثر من أربعين يوما مجرد حوا في نفس الإنسان فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ترجمة نانسي قنقر